بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الدرس الأول واللي راح نعطي فيه مقدمة إن شاء الله عن البرمجة راح يكون فيه مقدمة عن البرمجة طبعا في الدرس هذا راح نجيب عن سؤالين طبعا إجابات جدا مختصرة يعني السؤال الأول هو ما هي البرمجة زين أنت الآن جالس تدرس في البرمجة هنا فوش المقصود في البرمجة ممكن يعني حتى أعطيك تعريف مختصر نستطيع أننا نقول أنه البرمجة أو علم الحاسب البرمجة أو علوم الحاسب ممكن نعرفها أنه هي علم حل المشاكل باستخدام الكمبيوتر هذا هو تقريبا تعريف مبسط لعلم البرمجة طبعا هنا ملاحظة مهمة جدا وهي كلمة المشاكل يعني السؤال اللي تستطيعها للدهن وش طبيعة المشاكل اللي نحلها في البرمجة طبعا أنت استخدمت الكمبيوتر كثير وتعرف أن الكمبيوتر ما يستطيع حل كل المشاكل فيه مشاكل كثيرة مشاكل سياسية مشاكل اجتماعية كذا ما يستطيع الكمبيوتر يحلها لكن طبعا حتى نعطي تعريف دقيق لطبيعة المشاكل يستطيع حل الكمبيوتر هذا صعب جدا ويعني عادة يدرس في مراحل متقدمة جدا من البكالوريوس أو في بداية دراسة العليا بشكل دقيق ففي المرحلة الحالية يعني ما نستطيع أن نعطي تعريف دقيق لكن على الأقل راح يكون عندك حساس عن طبيعة البرامج اللي ينحلها باستخدام البرمجة ورح تشوف إن شاء الله برامج كثيرة جدا ويتكون عندك حدث وإحساس عن وشي طبيعة المشاكل اللي ينحلها وأن طبعا استخدمت برامج كثيرة يعني من قبل وتعرف يعني وشي الأشياء اللي ممكن يسويها الكمبيوتر طيب فإذن هذه بالنسبة لما هي البرمجة إذن البرمجة هي علم حل المشاكل باستخدام الكمبيوتر السؤال الثاني هو ما هو البرنامج ما هو البرنامج طيب أنا راح أعطي يعني أحاول أعطي تعريف هنا برضو مختصر يعني للبرنامج أستطيع أن أقول أنه البرنامج هو مجموعة أوامر متسلسلة متسلسلة ومرتبة ومنتهية ومرتبة ومنتهية هذه الأوامر تُعطى للحاسب أو الكمبيوتر تُعطى للحاسب ليقوم بتنفيذها ليقوم بتنفيذها لحل مشكلة معينة لحل مشكلة معينة عبر اتباع خوارزمية معينة ومحددة من قبل إذن هو مجموعة أوامر يعني لو نأخذ التعريف هذا شيء هو مجموعة أوامر الأوامر هذه لابد أن تكون مرتبة متسلسلة ومرتبة منتهية زي ما يمكن أن تكون مجموعة لا نهائية من الأوامر ورح نعطيها للحاسب هذه الأوامر هذه يقوم بتنفيذها بشكل مرتب متسلسل والغرض منها هو حل مشكلة معينة وعادة قبل ما نكتب البرنامج نكون قد اعددنا خوارزمية من قبل لحل المشكلة اللي حنا نحاول نحلها قبل أن نكتب البرنامج فكأن البرنامج هو ترجمة للخوارزمية اللي كتبناها قبل طبعا رح نشوف هذا إن شاء الله تطبيق عملي لكن خلنشوف الآن خوارزمية بسيطة طبعا خوارزمية هنا باللغة الإنجليزية تسمى algorithm وهي نسبة للعالم المسلم الخوارزمي عالم الرياضيات الخوارزمية خلو نشوف مثال بسيط على خوارزمية يعني ممكن ممكن نكتب برنامج لها طبعا أول شيء لاحظنا الخوارزمية هي أيضا مجموعة أوامر شبيهة بالبرنامج لكنها تكتب لغة الإنسان فلذلك دائما يقول لك نبدأ بكتابة الخوارزمية بعد كده نكتب البرنامج وعبارة عن ترجمة للخوارزمية هذه إلى لغة الكمبيوتر فخلنشوف خوارزمية لحل المشكلة المشكلة هي أن نريد من الكمبيوتر أن يبحث عن اسم في قائمة أسماء إذن البحث عن اسم في قائمة أسماء وطباعة معلومات الأسم هذا أو الشخص صاحب الأسم هذا وطباعة معلومات صاحب الأسم طبعا لاحظوا أن المشكلة هذه ممكن تحلها يدويا لكن الكمبيوتر أسرع بكثير خصوصا لو كانت القائمة مثلا المواطنين دولة كاملة تبحث عن مواطن معين باسمه فطبعا واضح جدا أن الكمبيوتر أسرع بكثير الآن نتفكر كيف ممكن تسوي هذه عن طريق مجموعة خطوات أو مجموعة أوامر متسلسلة ومنتهية نحل فيها المشكلة هذه خل أعطيك المثال مثلا يعني مثال على العملية هذه فهو ممكن أن نكتب الأوامر بالشكل التالي نقول أنه أولا أولا اقرأ قائمة الأسماء زيان اقرأ لاحظنا أوامر اقرأ قائمة الأسماء والاسم الذي نبحث عنه والاسم الذي نبحث عنه هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية نقول مبتدئا مبتدئا بأول اسم في القائمة مبتدئا بأول اسم في القائمة اعمل التالي اعمل التالي وش راح نسوي ألف نقول أنه اقرأ اقرأ اسم جديد من القائمة اقرأ اسم جديد من القائمة بأ هل الاسم الذي نبحث عنه هل الاسم الذي نبحث عنه نبحث عنه هل الاسم الذي قرأناه هو الاسم الذي نبحث عنه يعني هل هذا هو الاسم الذي نبحث عنه هل هذا هو الاسم الذي نبحث عنه هنا نقول مثلا ممكن تحقق حتى يكون أمر يعني تحقق من أن هذا هو الاسم الذي نبحث عنه خليني أعيد كتابتك وانا أفضل حتى تكون على شكل أمر فنقول هنا ب تحقق من أن هذا هو الاسم الذي نبحث عنه إذا كان نعم هو الاسم فنقول اطبع معلومات الاسم اطبع معلومات الاسم أو الشخص صاحب الاسم اطبع معلومات الشخص الشخص صاحب الاسم أو اثنين إذا كان الجواب لا اذهب للخطوة اذهب إلى الخطوة الف الخطوة هذه هنا إذا لاحظ الآن أنه هذه الآن هي خوارزمية بحث خوارزمية بحث لاحظ أن الخوارزمية هذه مكتوبة بلغة الإنسان ممكن تعطيها الشخص ينفذها لك يعني لو لما تبغى شخص يبحث طبعا خوارزمية بسيطة جدا يعني الإنسان لما تقوله ابحث هذا هو اللي فعلا راح يسويه بدون ما أنه كنت تخبر الإنسان لكن بالنسبة الكمبيوتر الكمبيوتر لا يفهم أي شيء الكمبيوتر لازم نعطيه برنامج يقوم بتنفيذه زين ولكن عادة نحن قبل ما نكتب البرنامج دائما نكتب خوارزمية للبرنامج تكون مكتوبة بلغة الإنسان ثم بعد كده نحول الخوارزمية هذه إلى البرنامج وروح نشوف إن شاء الله مثال أو أمثلة مجموعة أمثلة على العملية هذه لكن الآن نرجع مرة ثانية إلى التعريف اللي عطيناه للبرنامج وهو أنه مجموعة أوامر متسلسلة ومرتبة ومنتهية تعطى للحاسب ليقوم بتنفيذها لحل مشكلة معينة عبر اتباع خوارزمية معينة إذن حنا إلى الآن ما شفنا برنامج لكن البرنامج هو عندك خوارزمية عندك أو شيء مشكلة تبغى تحلها البحث في قائمة أسماء المشكلة هذه أول شيء تسوي لها خوارزمية الخوارزمية تتكون من مجموعة أوامر الأوامر هذه منتهية الأوامر هذه متسلسلة ومرتبة وبعد كده طبعا البرنامج هو آخر خطوة كتبت برنامج هي آخر خطوة هي ترجمة الأوامر هذه اللي كتبتها بلغة الإنسان إلى لغة الكمبيوتر طبعا راح تكون لغة جافة اللي حنا راح نستخدمها إن شاء الله هنا إلى الآن ما شفت برنامج زين فيمكن الأمر هذا غامض لك شوي لكن أنا حبيت من خلال مثال هذا أني يعطيك يعني شوي أشرح لك شوي التعريف هذا من خلال مثال لكن إن شاء الله راح نشوف برامج راح نبدأ برامج جدا بسيطة وتافية وتحل يعني مشاكل جدا تافية وتستغرب نتقول يعني بس هذه البرمجة يعني لكن نبدأ شوي شوي بس حتى نتعلم لغة البرمجة زين بعد كده نبدأ نطور برامجنا وتكون برامجنا نحل مشاكل أصعب وأصعب وتبدأ فعلا يعني ترى برامج مفيدة وبالنسبة لك إن شاء الله في الفيديو القادم راح نشوف مثال على برنامج حقيقي مكتوب لغة الجافة حتى نخرج من التعريف النظري ونشوف شيء عملي تطبيقي ترجمة نانسي قنقر